بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات نحن هنكمل الكورس نظر للظروف اللي احنا بنعيشها احنا خلصنا سنأخذ السلسل الزمنية السلسل الزمنية دي عبار عن ايه عندي ظاهرة زي المبيعات الأرباح التكاليف الإنتاج عندي القيم بتاعتهم على مدار سنوات من تسعين لألفين مثلا طيب أنا عاوزة تنبأ بهذه الظواهر سنة 2020 وهكذا أي سنة من السنين فلازم أعملهم حاجة اسمها معادلة اتجاه عام y hat equal a plus bx ما يدي نفسها معادلة الregression equation بس ال a و b بيبقى بيختلفوا هنا ال a summation y over n ال b summation x y على summation x square بس اخد بالك أنا في ال regression كنت بجيب لك ال x وال y given لا هنا هجيب لك ال y فقط وانت لا هتعمل ال x تقول لي طب هعمل ال x ازاي هنشوف لو كان نود نمبر ال number of years هنحط الزيرو في النص هيبقى فيه سنة في النص هن ونرجع negative one negative two negative three negative four وهكذا وننزل one two three four وهكذا المهم المجموحهم يطلع زيرو مجموح ال x طب لو كانت even number ما فيش سنة في النص فيه سنتين في النص فهنرجع negative 0.5 negative 1.5 negative 2.5 negative 3.5 وننزل 0.5 1.5 2.5 3.5 وهكذا ولازم مجموحهم يطلع زيرو نشوف الexamen اديتك اليير من 2000 ل2006 وديتك السلز بتاعتهم 30 32 35 38 34 42 48 وعاوز general trend equation and estimate the value of sales 2010 هنحط اليير والسلز دي نسميها y ونحطهم بالطول عشان نجيب الايه نجمع summation y over n يبقى two five nine divided n ب seven يطلع 37 عشان نجيب البي هنا لازم نجيب الex الاول نشوف السنة اللي في النص دهو الode number لانهما سبع سنين 2003 نحطه قدامها زيرو وهي نسميها البي زير سنة الاساس ونرجع لي two thousand and two يبقى نرجع negative one نرجع لي two thousand and one يبقى negative two two thousand يبقى negative three وننزل لي two thousand and four ننزل one two thousand and five ننزل two two thousand and six ننزل three يعني الفرق بين كل السنة والبي زير او سنة الاساس اللي هي الالفين وتلاتة او two thousand and three المهم لما نجمع على الex لانه زيرو طبعا لازم طبعا عشان اجيب الوي لازم اجيب سميشن اكس واي تعالوا نضرب اكس واي thirty time negative three negative ninety thirty two time negative two negative sixty four thirty five time negative one يبقى negative thirty five thirty eight time zero zero thirty four time one thirty four forty two time two eighty four forty eight time three one four four لما نجمع هذه الخانة تطلع seventy three نحطها فوق في الديميليتر سميشن اكس سكوير يبقى نلازم اعمل خانة اسمها اكس سكوير نعمل سكوير لكل رقم من ارقام الex negative three سكوير بناين negative two سكوير بفور negative one سكوير بone zero سكوير بزير one سكوير بone two سكوير بفور three سكوير بناين لما نجمع هذه الخانة تطلع twenty eight يبقى تعالوا نحطها في الديميليتر نقسم يطلع that equal thirty seven plus two point six والبيذير two seven and three اللي انا حطيت قدام هالزيرو عاوز اعمل estimate سلزة two seven and ten ننزل الالكويرشن زي ما هي thirty seven plus two point six ونشيل الex ونحط ايه نحط seven ليه seven ال difference between الاستمات year اللي الفين وعش two seven and and بذير two seven and three اللي هي سنة الاساس الفين وثلاثة الفرق بينهم seven عاوز اعمل estimate لالفين وعشرين اشيل الex وحط 17 2030 اشيل الex وحط 27 وهكذا فيطلع هنا شلنا اكس وحطنا seven عشان كده طلع fifty five point two دي المبيعات سنة 2010 نشوف example تاني بس نشوف بقى the even number أنا نفس ال data هي هي بس أنا زودت 2007 زودت السلز بتاعتها 53 حطت اليير والواي وجمعت الواي طلع 312 أسمتهم على eight لأن عدد السنين eight هنا فطلع 39 عشان نجيب البي لازم نجيب الex الاول مفيش سنة في النص هنا لأن هما اود number دول 8 سنين هي السنة اللي في النص بتقع ما بين 2003 و2004 نقول 2003 ونص لما برجع ل2003 برجع negative 0.5 ل2002 negative 1.5 ل2001 negative 2.5 ل2000 negative 3.5 ولما بنزل من 2003 ونص ل2004 نزلت 0.5 ل2005 1.5 2006 2.5 2007 3.5 ما هي لازم مجموحهم يطلع الزيرو النظر x y 30 x 3.5 negative 105 32 x 2.5 negative 80 35 x 1.5 52 5 38 x 0.5 19 34 x 0.5 17 42 x 1.5 63 48 x 2.5 120 53 x 3.5 14 85 85 5 السم يطلع 12 9 عشان طبعا فيه negative و positive حطنا فوق نشوف تحت بقى summation x square نعمل squaring للx negative 3.5 square 12 0.25 negative 2.5 square 6.25 negative 1.5 square 2.25 negative 0.5 square 0.25 0.5 square 0.25 1.5 square 2.25 2.5 square 6.25 3.5 square 12.25 تعالوا نجمع x square يطلع 42 نحطها تحت في الديميتر لما نعمل divided يطلع 3.07 هي دي الديميتر 10 الديميتر يو 3.07 وننزل الديميتر اوزين نعمل استيمات سالس سنة كام 2010 تعالوا نشوف الفرق بين 2010 و 2003 5 هنلاقيها 6.5 تعالوا نشيل الديميتر ونحط 6.5 تطلع 58 8.96 عاوز اعمل estimation او forecasting سنة 2020 اشيل الديميتر ونحط 16.5 2030 اشيل اشيل نحط 26.5 وهكذا ودي اكسرسيز تنتمرا عليها شكرا للحسن الاستماع